تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفادة برقية تهنئة من صاحب السمو الملكية لامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القايدة العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المفادة حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم وحفظكم الله أسميات التهاني والتبركات بمناسبة نجاح أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس العلى لمجلس التعاون لدود الخليج العربية التي عقدت في مملكتنا الغالية تحت شعار قيمة الخير والنماء والارتقاء لقد كان لإدارة جلالتكم لعمل هذه الدورة الأثر الكبير فيما توصلت إليه من نتائج تصب نحو خير وصالح دول وشعوب المجلس وتحقق تطلعات المنشودة وتلبية مطلبات المرحلة الرهنة في ظل تحديات على المستوى الإقليمي والدولي التي فرضت تأثيرها على المنطقة وكانت دول المجلس في مستوى هذا التحدي بفضل تكتفها وتضامنها وأود في هذه المناسبة أن أشيد بما تضمنه خطاب جلالتكم السامي في افتتاح عمال هذه القمة وما أكدتم عليه جلالتكم من أهمية موصلة الجهود بما يحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتطلع المستمر نحو التنمية والتطوير دعيا المولى عز وجل أن يوفق جهود جلالتكم المباركة في دعم العمل الخليجي المشترك بجانب إخوانكم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وما تطلعون إليه جميعا من خير وصالح لهذه المسيرة الخليجية المباركة وأن يمتع جلالتكم بمنفر الصحة والسعادة وطول العمر ودمتم سيدي سالمين موفقين ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ترجمة نانسي قنقر